شكرا لك على الحضور وأيضا بشرة عواز مترشحة عن حزب تجمع أمل الجزائر بولئة أشلف أهلا بك صباح الخير لكل المشاهدين الكرام وشكرا على هذا الاستضافة أيضا العفو إذن بداية لو نتحدث عن الحملة الانتخابية كيف جرت ومجرياتها ندخله في اليوم الثالث عشر كيف كانت مجريات الحملة منذ اطلاقتها مجريات الحملة الانتخابية طبعا اللي انطلقت قبل 12 يوم أتحدث عن حزبي أو عن المكتب الولايي الشلف أو المترشحين عن قائمة حزب تجمع أمل الجزائر للشلف جرت في ظروف جدا عادية قائمتنا اللي تضم إطارات وإطارات شابة أكبر واحد سنة في قائمة حزب تجمع أمل الجزائر لولايي الشلف عمر 38 سنة وكلهم إطارات مدير ثقافة مديرة بمستشفى بيشلف وغيرهم من الإطارات وأنا إطار في وزارة البيئة كلهم إطارات شابة تحركوا نطلقوا نحو الميدان ركزنا خلال 13 يوما من الحملة الانتخابية أن نصل إلى المواطن في كل مكان في مناطق الظل في البندن في الطرق هذا لشرح برنامجنا لشرح لترسيخ عقليات أو ذهنيات جديدة لدى المواطن الجزائري أن هذه الانتخابات اللي يشارك فيها اليوم الشباب هدفها هو التغيير تغيير المنشود اللي انطلق لو ما نشاركوش فيه حنا كيف سيكون لو ما يشاركش فيه المواطن وينتخب على الشخص الكوف والشخص اللي مثله حقيقة ويكون شخص نازيه فكيف يكون التغيير التغيير لا يبنيه شخص واحد التغيير يبنيه كافة المجتمع في طار تضافر الجهود كيف وجدتم المجتمع الشلفي اليوم يعني وأنتي في الميدان محتكة مع المواطنين هل هناك خلينا نقول في الميدان نلقيت ورحابة صدر خاصة أنتم شباب خليني نصارحك كريم أنه في بداية قبل أيام من بداية الحملة كانت عندي بعض التخوفات لأنه يقول لك تغيير ممارسات سابقة وغيرها 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 لما نزلت للميدان منذ أول يوم يعني فرحت كانت عندي فرحة كبيرة يعني بالمواطنين كيفاش فرحانين بنا احنا الشباب كيفاش ما زالهم رغم كل الممارسات ورغم الكذب اللي كان يتمارس عليهم ورغم الوعود الكاذبة اللي تمدت لهم إلا أن المواطن ما زال يثق فينا احنا كشباب ويدعينا بالتوفيق ويعني والله شيء مفرح شيء مفرح ونقول لهم احنا إن شاء الله بإذن الله كلنا كشباب رح نكونوا في مستوى تطلعاتهم في مستوى يعني احنا ما قدمناش وعود كاذبة في الميدان احنا قدمنا حقائق البرلمان في وقت سابق يعني انحرف قليلا عن مهامه الأصلية يعني كتابت للمواطن رجعنا نفهم عن المواطن حتى ما هي ما هو دور البرلمان ماذا يفعل المواطن يعني ناس كتير ما يفرقش بين دور البرلماني ودور رئيس البلدية أو دور منتخب وهنا اصبح لنا دور آخر أننا نوضحوا أنه نحن جيناكم بواقع الواقع عمل البرلماني ما هو على الواقع ماذا يمارس البرلماني ما هي الصلاحيات القانونية للبرلماني أنا من جيشة نقدم لك وعود كاذبة فقط باش تنتخبها لي وغدوان شاء الله ما تلقانيش في الميدان بالفعل بشرة خليني فقط نروحنا عند هشام هشام هكذا في ولاية بسكرة هل يختلف الأمر معا مثلا الشلف هل كيف سيرت أمور الحملات الانتخابية والحملة الانتخابية في أيامها اليوم ندخل يوم الثلاث عشر هل هناك ربما سبغة مميزة في المجتمع البسكري وأنتم تعملون على طبعا التجاوب معها وتجسيد أفكار متعكم نعم أخ رياض المسألة في ولاية بسكرة وحسب ما نتبعه في بقية الولايات الأخرى أن الحملة الانتخابية في أيامها الأولى بدأت نوعا ما بهتة وغياب الملسقات غياب الكثير من الميزات التي تميز بها الحملات الانتخابية في السابق لكن يوم بعد يوم بدأ المواطن نحسوا أنه بدأ يهتم بهذه القوائم خاصة بعد ما فئة كبيرة من المجتمع رجعت لها الثيقة نتيجة العمل اللي قانونت به السلطة المستقلة بإقصاء الكثير من أسماء في الولايات أسماء التي تحوم حولها شبهات الفساد طبقا لقانون الانتخابات المادة ميسين الفقرة السابعة لكن هناك فئة أخرى كبيرة جدا لا تزال فاقد الثقة طبعا نتيجة ممارسات سابقة في انتخابات سابقة وفي نظام السابق نحن نحاول أن نخاطبه بخطاب عقلاني نخاطبه جمهورنا ونخاطبه المواطنين في ولاية بسكرا بخطاب عقلاني خطاب من الواقع ونبينولهم أنه وظيفة البرلماني ما يمدش الديار والبرلماني ما هوش سلطة تنفيذية لا على المستوى المركزي ولا على المستوى المحلي ولكن البرلماني عنده وظيفة برلمانية تتمثل في تمثيل والتشريع والرقابة وبالتالي يمكن للبرلماني هذا أنه يستعمل هذه السلطة اللي عنده أنه يساهم في إيصال صوت الشعب للسلطة ويحاول أنه يحل مشاكل المواطنين سواء مركزيا أو محليا يحاول يساهم قوانين ويطرح مشاريع قوانين جديدة يمكن أنها تحل كثير من المشاكل اللي يعاني منها المواطنين وأنه يساهم أيضا في عملية الرقابة من خلال وظيفته الرقابية داخل قبة البرلمان وبالتالي يساهم في عادة إحياء بعض المشاريع اللي يمكن أنها تجمد أو مشاريع أنها مشاريع مشاريع ممكن أنه يكون فيها تماطل في الإنجاز وتأخير ولا غير ذلك نحن في جبهة الجزائر الجديدة حاولنا من اليوم الأول للحملة أن نبينه للمواطن في جميع الولايات وفي ولاية بسكرة على وجه الخصوص أنه هناك شقين للانتخابات البرلمانية أنه هناك شق متعلق بالحزب أنه في حال الحزب أنه أخذ كتلة برلمانية معتبرة داخل البرلمانية حتى كتلة محترمة أنه راح يساهم أو راح يحاول أنه يطبق برنامج معين اللي أشرحناه للمواطنين يتكون من خمسة عشر محور يغطي جميع المجالات وجميع مجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الرياضية وهناك شق آخر مرتبط بالبرلماني في حد ذاته اللي هو كما تكلمت تابقاً وقلت التمثيل والتشريع والرقبة لذلك حاولنا أن من قدموش وعود لماذا؟ لأن الوعود هي اللي ساهمت لسنوات طاولة في تسحير الساحة السياسية كل مرة يجو برلمانيين ويقدموا عود معينة وبعد ذلك يروحوا هذا البرلمانيين ويشوفهمش حتى بعد خمس سنوات لذلك حاولنا أن نتكلموا بخطاب عقلاني ونقدموا التزامات في إطار الوظيفة البرلمانية نعم جميل جداً في ذكر كلامك بالأمس اليوم الثاني عشر شفنا خطاب في ظاهره أو الغالب عليه أنه خطاب موحد كثير من الحديثة وتطرق الكثير من المترشحين للوحدة الوطنية إلى التصدي لأبواق الفتنة طبعاً كل هذا كان بمثابة خطاب موحد للمترشحين بوشرا عواز وإنشان مدراجي ما محلكم مما جرى بالأمس في قضية الخطاب أو برنامجكم وأفكاركم ما تم تدوله بالأمس في خطابات المترشحين أو بقية المترشحين يعني إذا تحدثنا عن الوحدة الوطنية والأمور اللي متعلقة يعني نكونوا يد وحدة الجزائريين كلهم يد وحدها مش فقط المترشحين الجزائريين عندهم غيرة كبيرة على بلادهم وهذا شيء مفروق منه اليوم يعني بالإضافة إلى هذا الحديث عن الوحدة الوطنية وإلى أبواق الفتنة اللي نتصدولها جميعاً أي جزائري في الشارع حتى لو كان عازف على الانتخاب هو أيضاً عنده غيرة على بلاده ومستعد يعمل أي شيء لتصدى لأي هجوم يجيه من الخارج أو لأبواق الفتنة كما ذكرت اليوم كما ذكرت المواطنين يعني نشوفوا المعيشة يعني المستوى المعيشي كيفاش تدنى تدنى المواطنين اليوم رغم الضرر درجة كبيرة لما نرى نهط المواطنين خصوصاً في مناطق الضد نوعانات كبيرة نصارحك أنا في أول يعني في أول رغبة اللي في الترشح كانت عندي غيرة على ولايتي وغيرة على مسقط رأسي مدينة تنس كانت غيرة عليها لأنها مدينة جميلة مدينة سياحية مدينة يعني فيها ميناء ممكن أنها تخلق ألاف مناصب الشغل لكن شباب بطالة طرقات مهترئة في وسط مدينة جميلة قطب سياحي هام كان يجب أن يكون إضافة للجزائر لكن بعد يعني بعد ما جمعنا الاستمارات وتوجهت المناطق الضل لقيت الأمر أمر أمر يعني ناس معاناة معاناة يعني لا يمكن وصفها كلمات يعني معاناة يجب كل واحد يشوفها إحنا اليوم نقوله أرانا هنا من أجل هذا المواطن البسيط نعمل كل ما في وسعنا باش تتحسن إحنا في البرنامج بتاعنا يعني من أهم النقاط اللي يعني نطرقوا لها وهي الإطار تحسين المستوى المعيشي أو القدرة المعيشية للمواطن بعد تدني القدرة الشرائية هذه من بين النقاط ونقاط أخرى سكن برامج السكن غائبة تقريبا تماما سكن الاجتماعي في مدينة أتحدث يعني سيفة خاصة والأمر يقاس على باقي المناطق خصوصا مناطق الظل اليوم سطرت برامج سطرت عديد من البرامج لمناطق الظل أين مناطق الظل في ولاية تشلف من كل هذا لماذا يعني كل هذا البرامج ما زال المواطن في ولاية تشلف يعاني يعاني الأمرين يعني لا طرق ولا ماء صدقني أنا زرت عائلة في ضواحي مدينة تنس شاطو دو ما يبعدش عليها بخمسمائة مترا ما عندهاش الماء منذ عشر سنوات منذ عشر سنوات زرت عائلة أخرى سكنة في يعني غاراج الإبنة تحوم ثلاث أشهر توفى بعضة بلدغة تع فأر المواطن وغيرها وغيرها وقفت عند الكثير من المعاناة تعالى المواطنين احنا اليوم نقول المواطن ديروا ثقتكم فينا ورح نوقفوا لأنه احنا شباب احنا شباب المستقبل ما رحش نكذبوا على المواطن لأنه ليه المستقبل تعه أمامه وليه عنده طموحات باش يخدم الوطن تعه ويخدم الشاب تعه ما رحش يوقف بالعكس رح يخدم ورح يواصل المسيرة الأخرى مع كل المواطنين رغم ذلك بوش رح تنعود نحطك في السكر وذلك هذا المواطن الموجود في مناطق الظل ما باعش الهوية نتاعه ما باعش الوطنية نتاعه حق ذلك ما تمسك بوحدة بلده ويحب البلد نتاعه تكون متوحدة أكثر يقول له مثلا الحاج تبوطي انت كيفاش أنا ما نبوطيش أنا تن كيفاش أنا ما نبوطي وكأنه ما يروحش يبوطي عيب ورغم الحالة اللي يعيشها أنه يجي عيب أنه ما يروحش يبوطي ما زال متمسك وما زال عنده الأمل والأمل اليوم حت فينا احنا الشباب حنا اللي ما راحش نخضلهم إن شاء الله بحول الله حتى نعرف نقسم الوقت هشام ما محل برنامجكم وأفكاركم وطموحاتكم من قضية الوحدة الوطنية وشوفنا كما أسبق وذكرت كثير من خطابات الأمس يتحطوا على الوحدة الوطنية تصدي لأبواق الفتنة في خطاب كثير من المترجحين احنا خطابنا في حزب جبهة الجزائر الجديدة كما جعل لسان السيد جمال بن عبدالسلام في كثير من المحطات التي زارها خلال الحملة الانتخابية حديث صاريح لأنه نحن في حزب جبهة الجزائر الجديدة مع الوحدة الوطنية ورانا نتضاء وكل أبواق الفتنة والجزائر كما قال السعب جمال الجزائر هذه أمنا وما عندناش أم أخرى من غيرها وبالتالي إذا خسرنا معركة الوحدة الوطنية مصيرنا رح يكون كما مصير العديد من الدول التي ستعاني اليوم على غيرها سوريا اليمن ليبيا وغيرها من الدول التي ستعاني مشاكل أمنية نظيرة بعض اللعب الذي صار في أوقات معينة حول مسألة الوحدة الوطنية ومسألة السلطة والسيادة وغير ذلك من المسأل نحن في جبهة الجزائر جديدة على المستوى المحلي في ولاية بسكرة من أول يوم اللي بدنا افتحنا مجال للمناظلين أنه مجال ترشيحات وبدنا نتلقاه في الملفات حاولنا أن نختار ونقدم للشارع البسكري والمواطن البسكري قائمة تغطي جميع البلديات أو على الأقل دوائر ولاية بسكرة لنضرب مثل على المستوى المحلي حول الوحدة وأنه قائمة جبهة الجزائر الجديدة ما رح تحقر حتى بلدية في ولاية بسكرة وكان عندنا إطارات جميع المترشحين جامعيين عندنا ثلاثة مترشحين ما بعد تدرج هذا الدكتوراه والبقية في الماجستير وفي ماصر وبالتالي حاولنا من خلال هذه القائمة أن نستهدف استعادة ثقة المواطن في العملية السياسية وفي العملية الانتخابية حبينا المواطن يحس أنه كاين نية للتغيير وأنه الانتخابات هذه التشريعية هي فرصة حقيقية أنه يمكن أن نزيد أن نقدم خطوة أخرى نحو الجزائر الجديدة وبالنسبة لخطابنا هذا ما خلنا للخطاب نحاول أن نخلوه عقلاني إلى أبعد الحدود ونخلوه خطاب مرتبط بالواقع بواقع تنمية محلية في ولاية بسكرا وحاولنا نركز على المقاربة التشاركية أو ديمقراطية التشاركية وأن قلوب لتنمية محلية لا يمكن أن تكون أي تنمية محلية في ولاية بسكرا دون أن يكون هناك مقاربة تشاركية ودون أن يشارك المواطن في اختيار برامجه ومشاريعه التنموية التي يبحث عليها كانت لزيارة إلى قرية قرية في مدينة بسكرا تبعى لبلدية سيدي عقبة قرية فيها كثافة سكانية محترمة جدا لكن هذه القرية لسنوات عديدة بقيت تحت رحمة بلدية تبعد عنها أو مجلس بلدي أو مجلس محلي يبعد عنها قرابة العشرة كيلومتر قالوا لي المواطنين كين انتخبوك ركعة طروح ومزيش جينا ومزيش نعرفوك وتبدل تليفون وقلت لهم لا تكلموني ولا تعيطوا لي قالوا لي نعيطوك على جال الصالح العام ليس نعيطوك على جال مصالحنا الخاصة وقلت لهم وشيو الصالح العام قالوا لي طريق قنوات الصرف صحي مدرسة إلى غير ذلك قلت لهم لا أنا ما تعيطوا لي على جال عجل أشياء كما هذه ونروح للبلدية التي تابعين لها ونقول لهم ندير انتلفونسيون كبرلماني ونقول لهم نروح له قلت لهم أنا نحاول من خلال كتلة البرلمانية التي يمكن تحصل عليها ومن خلال حزب جبهة الجزاء الجديدة أن نعيد النظر في مسألة التقسيم الإداري وراء ومداشر كثيرة تستحق أنها تكون ترتقي إلى مصاف بلديات قلت لهم غضوة لما تكون أنتما بلدية وندفع عندكم أن تكون بلدية ويكون عندكم مجلس تنتخبوه أنتما من بين المواطنين تاكم ويكون عندكم ميزانية ما تتحقوش برلمان يجي يدافع عليكم ولا يجيبكم المشاريع أنتما تكريو المشاريع من عندكم وانتما لتحقوا وتتعاونوا ليدفلت أنكم تدروا التنمية المحلية زرت أيضا العديد من الدوائر الأخرى دائرة لقيتها فيها تناقضات عجيبة جدا دائرة لوطايا في ولاية بسكرة دائرة بلدية لوطايا بحد ذاتها من أكثر البلديات مداخلا في ولاية بسكرة وممكن حتى في الوطن أنابيب البطول عقبع لها عندهم سد كبير مياه المصانع ولكن لقيتها في برامج التنمية من أضعف البلديات قلت لهم أنا ما رايش نتكلم على المجالس المحلية اللي عقبت عليكم ونقول لهم بليرهم هما اللي كانوا سبب في مأساتكم هذه لا نحن نحاول أن نقترح مشاريع قوانين داخل البرلمان تغير تغير القانون الجماعات المحلية لازم تكون كاين توازن في القانون اللي ممكن أن نقترحوه لو وضعت وثقة فينا يكون كاين توازن بين مداخل البلديات وبين ميزانيات هذه التنمية لماذا تكون بلديات كبيرة ونص ميزانية ونص غير موجودة دعوني فقط أيضا بالأمس حتى نشوفوا حين نعملوا قراءة ونحاول نسقط دائما ما دارا بالأمس في الحملة الانتخابية على ربما أفكاركم لأنكم انتم شباب في نهاية المطاف وفي نقاط كثيرة هنعرفون الجزائر شهدت حراك من أجل التغيير إلى غير ذلك بشرة على غرار ولايتك اللي هي ولاية الشلف ومنطقتك بالتحديد التنس أنت تحدثني وقلت أنه هذه المنطقة غايبة فيها تنمية نظرا أو بالمقارنة مع الإمكانات السياحية ربما اللي فيها ولاية تشلف بالتحديد التنس كل هذا الأمور ربما لو ترجعي إلى بينك وبين ذهنك تقولي أنه المال الفاسد الأموال المنهوبة هذه الولايات لم أعطوهاش حقها لأنه كثير ربما من الأشخاص اللي كانوا ضمن ما يسمى بالأشخاص المال الفاسد بالأمس شفنا خلال الحملة الانتخابية تم الحديث والمرافعة كثير حول استرجاع الأموال المنهوبة شفنا هذا الموضوع في قلب الحملة الانتخابية أنتون قد ورح تكونوا مشارعين داخل البرلمان أكيد رح تتحدثوا على هذا الموضوع كيف ترون هذه النقطة بالتحديد يعني خلينا أن نكونوا واقعيين يعني من لبدات الحراك حراك عند دعامين طلق ناس سجنت تقريبا كلهم بين سنتين وسنة وسنة ونص هل ردت هذه الأموال المنهوبة نحن ننتظر ونأمل نأمل أن تعود هذه الأموال المنهوبة يعني وتعود يعني في مصلحة المواطن وحتى تكون هناك تنمية نأمل في ذلك لكن في نفس الوقت نبقى عند هذه النقطة استرجاع الأموال المنهوبة وإحنا في يعني في ظرف عامين مكاشر الأموال المنهوبة لازم نتحرك لازم نعمل لازم نخلق التنمية لازم نحسن الإطار المعيشي المواطن لازم نحسن القدرة الشرائية للمواطن كل هذا لما تجي الأموال المنهوبة مرحبا بها فهي يعني إضافة زيدة الخير خيرين كما قلت يجب أن نكون واقعيين بعيدا عن بعيدا يعني عن خطابات ولغة الخشب الآن اليوم أنا يعني ما أسعى إليه وهو خلق التنمية كما قلت تحدث عن ولايتي أو مدينتي نتمنى أنه خلق فرص خلق حيث مدينة مثل مدينة نس بجمالها وبمناطقها الخلابة كهاش ولا فندق هل هذا يتصور يعني العقل وغيرها ميناء مدينة نس يصنف كآخر ميناء من حيث المداخيل يعني الشباب بطار في مدينة كما هذه أي عقل أنا اليوم ليسترجع الأموال المنهوبة يقوم بدوره ولكن أنا دوري اليوم دور آخر وخلق التنمية ويعني الوقوف مع المواطن هو يعني نرتكزه حتى تكون تنمية حقيقية تنمية بالبلد يات البرح فقط يعني زرت منطقة داخل مدينة نس بوسط مدينة نس لما نقوله مدينة نس ترحب بكم الطريق من الموج موجود يعني طلعته بصعوبة ما فيش طريق يعني بالضبط حي الرياشة ما فيش طريق يعني معاناة كبيرة للسكان هذه في وسط المدينة ودون الحديث عن مناطق الضل تنمية اليوم مهمة اليوم اليوم احنا يعني رانا نسعى والوصول للبرلمان ورحنا نقوموا بدورنا الدور اللي خولوا لنا القانون لكن فيما بعد لما تجي يعني الانتخابات المحلية نتمنى نفس الشي أنا لمست مش فقط في شخصي ولكن في كل الشباب عندهم غيرة عندهم تحرك نتمنى يكون حتى في المجالس المحلية حتى تكون بالفعل قفزة قفزة نوعية داخل نتمنى نتمنى طبعا أنه مثل ما كانت هذا الامتعاش يعني خلينا نقوله في الانتخابات التشريعية أكيد أيضا تكون في الانتخابات المحلية ربما نفس التعليق يعني يمكن يمكن أن أختلف إذا تسمح لي مع الزاملة إحنا بالأمس شفنا أيضا حتى بعض الخطابات اللي دعات إلى فكرة المصالحة الوطنية لا هي شوف هي رئيس الجمهورية التزم ولاحظنا أنه بدأ فعلا في كين خطوات حقيقية على الميدان في هذا السياق لكن إحنا كبرلمانيين رح يكون عندنا أيضا وظيفة أن ندعم هذا المسعى وكما يعلم الجميع أن السلطة التنفيذية لما تكون مستندة من قبل السلطة الشريعية هذا الشيء رح يعطيها قوة أكثر حتى خلال الخطاب بتاع رئيس الجمهورية أو خطابه مع البنوك في الخارج أو خطابه مع الدول في الخارج عندما يكون قرار مثل قرار أو نسميه مشروع مشروع السجاع الأموال المنهوبة عندما يكون نابعا من البرلمان ومن إرادة رئيس الجمهورية رح يعطيه دفعة أكبر لذا نشوف مهمتنا في البرلمان القادم ما هو أننا مصالحة مع من سلق أموال الشعب لا هذا يمكن أن يكون جرم خطير ويمكن أن نحسب لنا التاريخ أن نشاركنا أيضا في هذا الطريق الخطير لا مهمتنا في البرلمان القادم إن شاء الله إذا وضع فينا الشعب ثقة تعو أن ندعم مسعى رئيس الجمهورية ونعاونوه لكي يرجع هذه الأموال المنهوبة نكمل لك فكرة فقط أنا لست ضد وقلت أن رئيس الجمهورية وعد بش يسترجع الأموال المنهوبة ونحن هذا المسعى ولكن اليوم في حملة انتخابية المواطن ماذا نقدم له للتنمية المحلية بعدين لما يجي وتكون هناك طريق لإسترجاع أكيد البرلمان رح ي ومن لا يدعم مثل هذا المسعى هو الخطاب الخطاب الحملة الانتخابية قسم إلى قسمين خطاب رؤساء الأحزاب هو خطاب حزبي يدور مبدأ في الحزب وخطاب المترشحين الأموال المنهوبة طبعا نحن نتكلم في نهاية المطاف ورح يكون في البرلمان هذا المسعى إذا كان رح يلتزم بمبدأ الحزب ونفس الوقت رح يكون عنده شخصية يفرضها داخل البرلمان لأنه في نهاية المطاف رح يمحصوب عليه كل واحد دخل البرلمان باختصار شوف طيلة خمس سنوات الماضية كنت أعمل أبحاث ودراسات في إطار دراسات من بعد تدرج في الدكتوراه علوم السياسية كتبت العديد من المقالات والكتب وكنت أشعر أنني في إطار نظري معين كتبت على الإصلاح في الجزائر كتبت على التنمية المحلية كتبت على المقاربة التشاركية الكثير من المقالات وكتبت كتاب حول المواطنة في الجزائر لكن اليوم أنا راني شخصيا راني في تجربة جديدة في الميدان معناها الشيء النظري أكيد رح نستفيد منه لكن الواقع أمر آخر شيء مختلف جدا لدرجة أن المواطن أصبح من خلال تصحر تم عملية تصحير الساحة السياسية أصبح المواطن لا يثق فيه للبرلماني ولا رئيس البلدية ولا الوالي ولا أي شخص لذا أنا راني نشدد على القائمة المترشين اللي راني معايا وراني نمد في رسائل رسائل داخل الحملة الانتخابية هذه على أنه لازمنا المشروع الأول مش أننا نديروا حملة باش تروحوا البرلمان لا ولكن نديروا حملة باش رجعوا ثقة على المواطن في العملية السياسية والعملية الانتخابية على وجه الخصوص بالفعل جميل جدا بشرة باختصار اللي يخليك ما الذي ستقدمهم بشرة في نهاية المطاف للجمهور في شلف بالتحديد إن شاء الله أنا رح كما قلت لهم أنا إذا يعني المواطن الشلفي وضع حتيقته فيه في القائمة 21 رح نكون في الميدان أنا كصحفيين وطيلة يعني هذا المسار المهني يعني المتواضع عرفنا الميدان عرفناش المكتب وهذا ما سأستمر فيه وهناك قوانين يجب أن تعدل هناك خلل بين يعني القوانين المنظمة للجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي هذه القوانين أول خطوة أنها لازم تتغير حتى الجهاز التشريعي تكون عنده صلاحيات أكبر حتى المواطن اللي انتخبوا هذا المواطن اللي انتخبوا هذا البرلماني وانتخبوا وانتخبوا الشعب وانتخبت القاعدة يحس باللي هذا الصوت يجاب له نتيجة وجاب له حالة أنا أتمنى لكم في نهاية المطاف توفيق يعني لكم أكيد أنه الوقت دهمنا وفي كثير من المترشحين حتى نعطوهم الفرصة أيضا مربما خلال قادمة الأيام ولما لا نتمنى لكم أن أتوفق في المسار نتعكم هذا المسار السياسي بحول الله نشكرك جزيلا شكر بشرة عواز مترشحة عن حزب تجمع عمل الجزائر بشلف ونتمنى أيضا توصل رسالتك للمواطنين في ولاية الشلف من لا يشكر الناس لا يشكر الله أنا نشكر كل اللي رهم وقفين معايا في الحملة الانتخابية إيمانا بالتغيير دون البحث عن أموال وإلى ما غير ذلك عبد الغني الأستاذ أمينة وإلى غيرهم عمي معيزة وإلى غيرهم يعني يصعب الوقت قاسي يصعب بذكرهم جميعا ولكن نقدم لهم الشكر يعني هذه الناس رأي مأمنة بالتغيير وإن شاء الله يوجد مترشحين آخرين ومعهم الناس بعيدا عن بحول هذو نهار تكوني إن شاء الله في البرلمان أكيد رح تعطيهم الفعل تعال تعال نجاح على طريق الشكر أنا نعتذر منكم والله فعلا للوقت يدامنا طبعا نشكرك جزيز شكر سيهي شام دراجي مترشح عن جبهة الجزائر الجديدة من ولاية بسكرة شرفتنا أكيد بحضورك معي في الستوديو وأيضا بشرة عواز مترشح عن حزب أمل أو تجمع أمل الجزائر من ولاية شلف شكرا جزيلا لكم على الحضور إذن مشاهدين